أكمل مجلس حكماء السلام بمدينة تعز الترتيبات الخاصة لتدشين وبدء نشاطه وذلك بعد إشهار المجلس وعقد لقاءات لإقرار وثائق التأسيس واختيار قيادة للمجلس وقال سكرتير ثاني للحزب الاشتراكي بتاعز عبد الحكيم شرف إن المجلس يضم طيفا واسعا من القوى السياسية والمنظمات والمجتمعات والجمعيات والشباب والمرأة ويهدف لدعم وتعزيز بيئة اجتماعية يسودها الوئام في المحافظة طبعا اليوم أعتقد أنه هو آخر يوم للقاءنا حول حكماء السلام واليوم إن شاء الله بيتم عملية انتخاب رئاسة للمجلس الشيء الآخر أنه ستقرر اليوم الوثائق وثائق المجلس بيمكن إقرارها اليوم هذا المجلس يهدف إلى خلق بيئة مجتمعية يسودها المحبة والوئام في محافظة تعز إضافة إلى أنه سيخلق أيضا نوع من مسألة التعايش ما بين ابناء تعز بشكل موسيقى 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 اشتركوا في القناة